الغسل هو تعميم البدن بماء طهور على وجه مخصوص بشروط وأركان ومن الغسل ما هو واجب كغسل الجنابة والحيض ومنه ما هو سنة كغسل العيدين وللغسل آداب منها الخلوة والاستثار بعيدا عن الأنظار فعن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز أي بالفضاء الواسع بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ومن آداب الغسل تجنب الإسراف في استعمال الماء أو صبه بلا حاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر ومن آداب الغسل أن يبدأ بالوضوء وأن يحرص على إسباغ الغسل وبالك بتبليغ الماء جميع البدن وإيصاله إلى معاطف الجسم ومنابت الشعر فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده